هاي الفقرة راح تتحرك واتثير فضولكو كتير يعني الخط والرسومات أمير دايما إحنا حكينا أو كتير حكينا بفقرات في سياق آخر إلى معاني وكأنه كل علم بنظر لإلى منزاوي مختلف علم النفس بقول إنه عبارة عن إسقاطات في الكثير من الأحيان للتعبير عن العالم الداخلي ولكنه كالعلوم الفنية بتعتبره يمكن إبحار في عوالم الإبداع وفي توجهة آخر عفاف في هذا الموضوع وفي هذا العالم اللي بحل الميول الشخصية وربما صفاتها في كثير من الأحيان عن طريق الخط والرسومات ويطلق عليه كيف يتم تحليل الخط وميول الشخصية وشو أسسه وإنت ممكن نستخدمه لنأخذ إجابات على هاي الأسئلة كلها ننصبح بالخير على أستاذ هادي أبو عطب مستشار تحليل ميول الشخصية عن طريق الكتابة بخط اليد والرسومات صباح الخير حلا وسهلا فيك في البداية إحنا عمنا نشكر وجودك وأنا بدي أشكر طاقة من الإعداد على هيك موضوع رائع كنت عم باستنى من بداية الحلقة صراحة بس مشاركيش بالموضوع شو عم نقصد إحنا لما عم نحكي عن تحليل ميول الشخصية من خلال الخط على أي عالم عم نروح في الشخص والشخص فيه كثير عوالب ممكن عن جد نكتشفها من خلال أمور كثير ميول الشخصية عادة هي مبنية على خبرات الإنسان الحياتي اللي بتمر معها بالعياة نعم وحسب هذه الخبرات هو بتصرف الآن عادة هذا العلم ببحث عن الأشياء الباطنية مش الظاهرة مش كيف أنا مبين كيف داخلي نعم ممكن أبتسم إلك من عقل اللواعي وتقول هذا زي المبسوط ولكن في داخلي بجوز فاقع نعم بينما باطني بقدرش أمثل فيه ففي الكتابة أنا بشوف ميوله بشوف شو جواته لما يبسك الكلام هو رأسا مربوط عن طريق الأصابع والأعصاب للدماغ وبسكت شو داخله إذا هو مبسوط إذا هو زعلان إذا هو أمين إذا هو روحاني إنسان مثالي إنسان مادي ساعتها ببين أشياء إنسان أمين هذا كلها مهم جدا بنعوزها كثير مرات نعم ندمة إنه أنا بدل ما أكل معاي شهرين وثلاثة تتعرف عليك جوز خلال خمس لهيك أشوف مع الشرات اللي لازم أن تبيله صحيح عظيم الإشي بخدني لمشهد اللي مرات بستعمله بمقابلات العمل عادة أنت بتحكي وكأنه بثقة ما ببين أنك متوتر ولكن إذا يطلب منك أنك تكتب إشي فبتشوف أنه ممكن إيدك عم بترجمت شوف أنه خطك مش زي كيف هو دايما من هون أستاذ هادي بحب أسألك شو استخدامات هذا التحليل يعني هل ممكن تكون على المستوى القضائي هل ممكن تكون على مستوى التحليل النفسي دخلنا أكثر نعم استعمالاته عديدة منها أبسط شيء لاستعمال القضائي تزييفات توقيعات أو مستندات سهل جدا فحصت عادة هذه لأن الإنسان لما بده قلد حتى لو كان عبارة حقر جدا إلا في التقليد تبعه يبكى فيه تفكير مجرد ما فكر وقف العصر مثل لما يكذب فأكثر التفكير بيشتغل عنده والإبداع ربما فيه تخيل إشي اللي هو مش موجود في مجرد موضوع المانيون أو الاستقامة في الإنسان نعم في موضوع الاستقامة في عدة عامل أول شيء بشوف أنا سهل علي إذا واحد بكتب نص كتابي وبدو يصلحه وغلط في كلمي فإذا أنا بهمنيش خلص بحط خط بظنماش بينما اللي بدي يخفي اللي هو عادةً وبي يخفي بقعد يمحي 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 أساسا بينش مكتوب صح ليش لا قعد يمحي 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 صح بس مش معشر واحد لازم أشوف كمان أشياء أخرى راح نشوف أشياء أخرى ولكن باختضاء شديد يعني عفال ذكرت نقطة كثير مهمة بالتحديد في مقابلات العمل مقابلات العمل مش بس بتطلعوا على طريقة الكتاب أو الخط أو ما إلى ذلك بيكون كمان في مراقبة للغة الجسد وبفكر بما أنه إحنا بنكتبه بإيدنا ومن المفهوم ضمننا فحركة الإيد والكتابة هي متعلقة تماما بلغة الجسد هل هذول العالمين بفعلا مرتبطا هل يقول هكذا لغة الجسد أغالبيتها تعتمد على العقل الواعي الواعي أنا انتصبت لأنه أكون لازم أنتصب عقل الواعي بقول هكذا بس أحيان تطلع حركات اللي طبيعي طبيعي لا أكلتها نقسم ولكن هي فيه كل علم النفس فيها تداخل ما في الشكل مبدئيا الإنسان لما يكون عصب يدبين عليه بس فيه ناس عندهم قدرات يدبينيش عليه تعمل بشغل عقل الواعي صحيح في الكتابة أنا بستعمل عدة وسائل لما كل كتابة هي صح كتابة صفحة وحدة ولكن فيه رسومات اللي أثبت عليها اخترار كثيرة مثلا فيه صفحة بسموها فارتيج فيها ثمان مربعات كل مربع فيه محفز وكله كامل الرسمي الآن بده يكملها حسب ميوله إذا هو إنسان روحاني إذا هو إنسان عنده ميول علمية للعمل إذا هو إنسان نشيط أو إنسان متهتمش بالشغل ممكن واحد يجمل خطه بشكل قوة جدا صحيح صحيح وهذا يعني مش مليحة تشغله عندك مليون بالمية مليون بالمية لأن هذا ملتب حل شعره جاهز تحط لنا مراي أنا وعفاف إحنا وافقنا أو عبرنا عن موافقتنا وحاليا على الهواء مباشرة عفاف رح نتصفح الكتاب بعد الهواء فضلي هل بتفضل قلم معين لأنه أنا جو أعملت حسابي كمان الخط العريض والخط العادي أنا معي قلم فبتفضل قلم معين نكتب فيه أو لا إذا بدك أحلل إنه نأخذ نموذج بالخطوط العريضة نموذج أوكي وممكن عنه في الكتاب فيه نموذج طب بتحب نشوف النموذج اللي بالكتاب هتنشوف بس منحب كمان نعمل إشو على هو ما يكون تفضل إذا فيه نموذج أنت محددة لا أستاذ هدي يعني عاسب المثال أنا شفت الخط المائل لما طبعا بتعطي صفحة بيضة لشخص بس يمكن ما بتكون إحنا منفسر أنه ما عنده القدرة يكتب وكأنه الصفحة مخططة ولكن هون فيه كان تعليق أنا شوي ضيعت يمكن بأي صفحة على الخط المائل شو يعني هذا الإشي الشخصي اللي ما بيكتب بشكل السطر مائل ولا الكتاب مائل الكتاب مائل آه الكتاب أوكي كتابي مثل هذا على سبيل المثال طبعا الخط الأحمر نحط بعد ما تمت الكتابي آه هذا ما أخير هذا أقرام من المصن هذا نزل إلى تحت نعم عادة هون الإنسان لما تبقى نفسي وتهبط برضو كتابته بتبدأ تهبط ويكتب الكتابي عادة بنزل وبكى خطه أخاف كمان يعني ضغط على الوركة أخاف لما بحطها بالعدسة ببين ضغط كفاية بعس الوركة من ناحية الثانية بشوف ما فيش حركة فيش اكشن تمام بدون ما أطلع ولا على أي من المعايير اللي أنت كتبتها وأشرت إليها أستاذ هادي رح أكتب حيالله جملة جملة عبثية تماما كتب كل عام أنتوا بخير كل عام وأنتوا بخير منيح ما يكمل معلمش يكتب الدكية بس بالإضافة مشان ما أشوف صباح الخير أنا أمير من مدينة شفا عمر هاتنشوف تفضل وقع وقع اه جريف ووو تفضل نسمع خد راحتك أستاذي أوكي بداية أنا أول شيء أنا أطلعت على الصفحة الناحى اليمين الهامش وسع ومستقيم يعني في الصاد مثلا الكتابة هنا نمط فيها بسمه مثلثي مثلثي الصاد عادتنا ندورها ليش صاد عندك فيها مثلث ليش مكسورة صح طيب هذه مش صادفة هذه كتابة مثلثية على ماذا يدل كتابة مثلثية تدل على الريادة الإنسان اللي ببادر روح قيادية أنا ما شفتش كفاية كثير أشياء أنا قلت لك كتب كل عمود بخير بجزء بحين الكتاب أكتب أنا كل عمود روح القيادية اللي مبادر لا بستناش أنت يقوله شو ساوي نعم يتحرك كمان فيه هوا الهوا حب العطاء المساعدة في عندنا هيك في عندنا نوع من التوازن الشخصي الخط يطالع فوق هو بسمى الروحانية والتفكير والقيم موجود عندك عالي كمان الخط اللي تحت أنت مش منقطعا أرض الواقع برضو مهمك الواقع يعني عارفوا أنت موجود نعم وكمان بس في عندك شغلة هي تخفش من الأمور السلبية اه احنا أعطيناك الموافقة فيه بالأول هنا المسافات متساوة بين الكلمات تحت مش متساوة مساوة بين الكلمات عادة تساوة المساوة بين الكلمات تعني ميول رياضية قدرة التعامل بالتركيز وتعامل الرياضي الفيزياء والرياضيات والمشايا صحيح مليون بالمئة صحيح بس شو بالإضافة لذلك عندك القدرة الثانية إنك تتعامل مع أشياء أخرى بنفس الوقت يعني تتعامل عدة أشياء بنفس الوقت الملتي تاسكين هذه عادة هي صفة تتنافى مع كودة التركيز والإمضاء الثلاثة التوقيع أنا مش شايف خط واضح طبعا أمير شايفها اسم العيلي أكل أمير لما تقولت أنا أمير أنا صريح هذا أنا أنا عادة بقول اللي عندي مش مهمش بيقول أنا مبسوط بانتماعي الاجتماعي وكتبته أما مش إني بعتمد عليه وبس لا أنا بعتمد على حالي وأنا صريح بشكل عام بقدر أقول هاي الأشياء الأساسية في عندك كمان إذا واحد بغلط معك بتسمح لأول مرة بس بعدين توقف بتعند يعني الرأس بالحيط مليون بالمئة عفاف مش كل وقت لأنه في أشياء الحام دورة إن نون هنا زاوية نعم بس هاي بتكفيش غال مرة أنا أقول لك عن تساكي طبعا هاي إحنا نأخذ روح التحليل هاي بس تحفيظ للمشاهدين أكتر نفوتين على هذا العالم كمان في قدامنا يعني في الختام كتاب اللي كانت تطلع عليه أيضا عفافه أسس تحليل الخط مرآة الشخصية لهادي أبو عطى كمان منحب نشير إلو إحنا كثير من تشكرك على هاي النافذة المثرية الجميلة تعرف وقت تلفزيون قليل ولكن حاولنا شوي هيك ندخل من خلال تفاصيل أعطتنا إياها على هذا العالم الرائع بحسب وجهة نظري رائع جدا ومثير للفضول والاهتمام وهيك الباب مفتوح للمشاهدين كل واحد بحسب احتياجه يمكن يتوجه فعلا لهذا التحليل أستاذ هادي أبو عطى نورتنا شرفتنا في صباحنا غير عبر قناة مسوال فضائية ومجال بالفعل هيك كان بهمنا يمكن نحطه على الطاولة